اهلا بحضراتكم من جديد اتنى فقصله سبعة او ستة يعني تلت الفرق يعني مزق من الكابتن علي لطفي علي لطفي طبعا وفي اكرم توفيق في مجد افشا في كهربا فيحمد فاتح احمد وحيد سلح محسن سلح يعني من الناهيبة سلح لسه عن ملا حاجات جدا انه صلاح امكانياته الفنية وزنية أعلى بكتير جداً من اللي بيقدموا للنادي دي صورته هو تسع سنين أيوة نقولك على طول آه صراعا ده الأستاذ ماجد نجاتي رئيس مجلس إدارة نادي أمبي والمرحوم الأستاذ عادل عمار ده قيمة كبيرة في نادي أمبي وهو اللي عمل قطاع النشئين وده صلاح بياخد كسح سلاعب فكنا بنكرمه ودي هو عشر سنين برضو فهو كان بياخد هدف المسابقة في القاهرة وكل سنة مثلاً اللي مش هيها اللي من عشرين إلى خمسة وعشرين جون ويدوروا في المنطقة أحسنة فكل ما ياخد الجايزة دي نيحمل له حفلة عندنا في أمبي إنه كان محبوب وموهوب ومعطاء ما تقولينك كواليس بقى كابتن إمام وانت كنت يعني يعني انت يعتبر انت المرابي وصلاح محسن وأفشة وأكرم توفيق ما تقولينك أبرز المواقف مع اللعبة الصغيرة دي تشاهد على نشيطة من الأول أكرم جاه لأن كان نحن فيه اتجاه مع لعبة المنصورة أبعزيز توفيق وكان فيه اتجاه أن ناخد أحمد توفيق بس حصل تعصر من خلال كابتن أنور سلامة للأسف أنا جيبت أحمد بعد أبعزيز وبالتالي أكرم كان عند طفل صغير 8-9 سنين فبدأ ينتمي للنادي بحكم أن أخواته موجودين كان أكرم كان في المنصورة الأول لا ما كانش لعب حاجة أكرم لا أكرم جي من كافر دهرة على أمبي دخل 8 سنين وهو كان عنده سمات إرادية يعني بتحل بحاجات أنت في المرحلة دي في الأطفال الصغيرين بتخليهم يستمتعوا بالكرة في الأول حجم الكرة نصحتها اللعب أنا وزميلي حاجات بداية كده لا هو شارس من صغره يعني نورة الكتالية عند أكرم من صغره هي المميزة أنا أتخيل أنه أكرم لو في أي ألعاب زهنية هيتخاني عشان يكسب ما بيحبش انخسارة عنده قلب أسد صراحة احنا كنا بنسميه كده وعنده سمات إرادية من صغره يا أسامة شايف نفسه رعيب منتقب شايف نفسه رعيب النادي الأهلي لعيبك خد بالك وأنت بتتكلم معهم وهم صغيرين بيقولوا الكلام اللي أنا بحكيه لحضرتك ده يعني أنه اللعيبة دي وانت بتكلمي كابتن هو أنا ممكن النادي يسيبني بكرة روحي لأهلي أقوله انت لازم ما عندك هدف الأهلي والزمائل كل أنديك كبير لكن ما احناش هنبقى في مصافة لأنديك دي يعني نديك مديات كويسة هنديك تغذية كويسة لكن تعالي نتكلم في القيمة التاريخية اللي بتضيف للبلد هم عنديك القمة بطلقة أفريقيا ومش شاركوا بصفة دورية أنت لما بتيجي تاخد بطول الكاس كل عشر سنين فهتمثل كونفوتورية شوية وهتخرج إمكانياتك مش بنفس درجة القوة اللي في النادي الأهلي ونادي الزماني وبتحديد الأهلي واخد عين الشباب الصغيرة لأنهم سيطر من 2005 مثلا وحصل له وعكة كده في 2002-2003 لكن من ساعتها الأهلي يعني من ساعتها أطرأ